محمد أنا عايز بس فيه مخطر كثيرون يرون أنكم مصرون على التغريب خارج السرب أنا بنقل السؤال ويقول لسيادتك انظر إلى أعداد اليوم المعارضة شرف ما فيش مشكلة إنما كفاكم إحراجا هكذا وإنت متتابع الفيسبوك وحيقول لك انظر إلى هذا التجمع في عبدين مثلا حتى ان كانت احتفالية وانظر إلى الألف واحد على أقصى تقدير اللي كانوا في الدقي وممكن جماعة بعد ذلك نبث اللقاطات حتى يكونوا مشاهدي الكريم متابع نجيب لقاطات من عبدين على الهوى الآن ونجيب كذلك لقاطات لأطخم مظاهرة تم رصدها كانت في الدقي وأدعوك أنت تجيب حاضر أولا هذه المقارنة غير موضعية وغير حقيقية أولا التظاهرات اللي تم الدعوة إليها اليوم تم مواجهتها بعنف قبل أن تبدأ تم القبض على الشباب قبل ما يقوموا بالمظاهرة لو النظام مش خايف ويسامح للشباب أنه يتظاهر كان سامح للشباب أنه يتظاهر وكان يشوف الشباب كان هيبقى أكتر من الشباب اللي موجود في مدان عبدين اللي موجود في مدان عبدين راحين عشان يحتفلوا راحين علشان يأيدوا النظام كويس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بالنسبة للقانون التظاهر وبالنسبة للقانون بتاع الدول بس أجيبني أولا أقوله الآن فكرة الحجب عشان mansaش بسelen تقضع الاستاذ وكيل النقابة الصحفيين قال إن قوات الأمن حصرت النقابة ومنعت الصحفيين وجابت بعض المواطنين للتواجد أمام النقابة مين هؤلاء المواطنين للتواجد أمام النقابة هل هؤلاء معم تصريح هؤلاء المواطنين والشرفاء التي تستخدمهم الشرطة واللي بعض اعلام بيجيشهم لعمل حربة اهلية باعتبر ان الايمين بالمظاهرات دول خارجين عن القانون وخارجين عن الدولة ومتأمرين وكذلك انا عايز اقول ببساطة حال اللي بيدافع عن ان الجزر مصرية ده الخائن والعميل واللي بيعمل مؤامرة ولا اللي بيديها للسعودية هو اللي بيعمل مؤامرة اذا كان هناك من يحافظ على امن البلد وعايز على حافظ على امن البلد وعظم الانقسام يتمسك بمصرية هذه الارض يتمسك ان هذه الارض مصرية باعتبر ان السيابانها اللي استشهد عليها شهدائنا دخلنا في فرضية تانية دكتور محمد دعوتك الى الدقة دخلنا في فرضية تانية يا اخي انت يا ساري هودا عبد الناصر قالت سعودية تانية هتدخل قالت والدي معه وثائر هتخشت في جدلية تانية اولا والدها ما قالش جمال عبد الناصر اللي قاله لا ادخل في جدلية سانيا هودا ليست حج على اي حد سالسا جمال عبد الناصر ليست حج على مصرية الارض طيب كويس خلاص لن انتهي من هذه يعني مش هنتهي من جدلية دي هي اصلا فيها جدلية وستنظر في مجلس النواب انا فامي صحيح طيب انما كان اصد سؤالي كم حشدتم عندما دعوتم هل هي دعوات صمنا اصد سؤالي اصد سؤالي اصد سؤالي اصد اللي جابتي فضل اللي بتوجه بيها لنظام ولكل المواطنين سريعا هل اللي يطالب مصريط الارض يبخين وعميل واللي يقول ان دي سؤالية ويرفع عالم السؤالية قدام نقابة الصحفيين ويقول الجزيرتين سعديتين ده المواطن مصري شريف وبيحافظ على البلد اللي بيعتقل الشباب وبيمنع المظاهرات السلمية ده اللي بيحافظ على امن البلد ده الاتجاه اللي يؤدي الى ان يبقى فيه يعني عدم انتظام يعني عزم انتظام الدولة طيب عايز تعمل دولة محترمة تعمل حريات كويس مش حافظ على ارضك كويس تعمل قوانين منحزة للجماهير في الاسعار والغلاء والعمل لو مجلس النواب يعني لو مجلس النواب مجلس النواب يعني طيب فاضل لسادة اللواء ورأس النظام الرئيس الجمهوري كويس سادة اللواء ودكتور محمد يعني دخل بينا في نقطة ثانية خارج إطار الحوار رح نتكلم فيه وهي الجدلية الحركة شرطة إليها فيما تعلق بالمصري ولن ندخل فيها يعني يعني ستنظر مجلس النواب وخلاص لأن هناك لجام مختصة ومتخصصة سوف تدلي بدلوها في هذا الشأن نعم فيما تعلق بالتصغير أنا أكرر ما قلته مسبقا يتعين علينا جميعا أن نلتزم بالقانون لأنه هو ده القانون التزام نبيه هو اللي هيريح الكل هيريح سواء أنا كان دي رأي أو أن هناك رأي آخر مضاد للرأي الأولان القوانين لا تحكر على الفكر تمام إنما القوانين بتحكر الخروج على النظام الذي وضعه القانون طيب